بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستهديه ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله من أوسع أبواب الجنة اللي هتدخل منها الزوجة هو باب كبير قوي كلنا عارفينه اسمها الباب بتاع طاعة الزوج يعني أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام وحروحنا هنا بقى في حتة رضا الزوج عن الزوجة وحقول في الجهة التانية برضو أكيد النبي عليه الصلاة والسلام يعني برضو أصده رضا الزوج عن الزوج فيه علاقة تكافؤية إحنا بنتعامل فيها وفيه شركة إحنا أنشأناها وفيه موضوع دخلنا فيه المفروض أن الأساس فيه أن إحنا عايزين نعمل أسرة تكون متمسكة بكتاب الله تكون قائمة على شرع الله تكون لها المشجعات والمعينات أن كل طرف فينا يأخذ الطرف التاني معينا وسندا له للوصول في الآخر لأسرة نجحة وأسرة سعيدة أسرة نستطيع أن نقف بيها أمام الله سبحانه وتعالى ونقول له إحنا يعني بذلنا الجهد علشان نتقرب إليك بهذه الطاعة بما أن شهر رمضان هو شهر لطاعات وشهر لتهزيب الأخلاق اللي بنا وشهر بيقول لنا عودوا نفسكم على حاجات ما كنتوش بتعملوها عايزين نعود نفسنا على بعض السلوكيات اللي ممكن تنقلنا نقلة مختلفة تاني في المجال الأسري هل ما يعقل إلى الآن أن إحنا وإحنا بنتكلم عن رمضان والبركة والطاعة والثواب نلاقي فيه خلافات قائمة وأن الزوج والزوجة ما بيكلموش بعض اختلافا على جدول العزومات هعزم أهلي الأول هعزم أهلك الأول هفطر مع أهلي الأول هتفطر مع أهلك الأول يعني أبويا وأمي يفطروا لوحدهم ولا إنت تفطر لوحدك وقصة يعني دي أحنا مش بنتكلم بقى في مديات لسه فكرة إن إحنا نجتمع على معقدة إفطار عشان ندخل السعادة على الأسرتين الكبار إذا أسرت الزوج أو إذا أسرت الزوجة تحصل عليها مشكلة وفي الآخر ممكن البيت الصغير ده الراجل يروح يفطر مع أهله والست تروح تفطر مع أهلها والأولاد في الآخر ما يلاقوش أي نموذج يطلقوا عليه هنفطر فين طب إحنا ننقي بقى تتعمل أكل إيه هنا وتتعمل أكل إيه هنا علشان في الآخر نلاقي أي حاجة نختار عليها وتبقى دي خلاف قوي جدا الزوجة اللي بتدخل في قضية صراع التباهي أنا عزمتني سلفتي في عملة عزومة شكلها كذا إحنا كلنا بنتجمع فبنتجمع من عملت إيه طب إنتي قادرة بأمور بيتك وظروف حياتك المادية إزاي تسقيلي على هذا الرغل في هذه الأيام المباركة وتجعليه يشعر بالعجز والكسرة إنه مش قادر يربي وكمان إيه تصغريه بقى في وسط العيلة سواء عيلته سواء عيلتك لأنه هو مش ملبي هذه الاحتياجات فبتبقي أنت يفقد الداعم والسند اللي بيبقى موجود نتخانق على كحك العيد نتخانق على كل العادات اللي لا بتقدم ولا بتأخر والمفروض الهدف منها ادخال الفرح والسرور على الأسرة نلاقي نفسنا اتنقلنا في قصة تانية خالص باب الفضل وباب الفرض أنا كزوجة ابن مفيش بني وبأهل جوزي أي نوع من أنواع الفرود ولكن أنا صاحبة فضل الرجال عموما الرجال عموما في فحصهم النفسي ما بياخدوش بالهم الحاجات البسيطة هو مش هيفتكر يكلم مامته الصبح يسأل عليها أو يقول لها رمضان كريم وحشتيني هتعملي أكل إيه النهاردة مفروض ده دور الزوجة تفكر وتقول له كلمت ماما النهاردة عيدت عليها قلت لها هتنوريني وتفتري معايا قلت لها إيه رأيك أنا جاي أفطر معاك النهاردة أنا والولاد جبرت بخطرها بكلمة إذا حضرتك ما عملتيش كده هو مع طحنة العحياء ومع الدوامة دي مش هيفتكر هل أنت في المثال وفي المقابل ما بتعمليش كده مع أهلك خد يبالك إن ربنا سبحانه وتعالى اسمه العدل عارف أنت بتتصرفت زي مع أهلك وعارف أنك بتتصرفت زي مع أهله خد يبالك فيها حاجة تانية أهلك يغفره ويسمحوا ويجد الأعذار لكن أم الولد اللي بتحس أن ابنها اتاخد منها وبقى كله لأهله وأهل امراته وبعيد تماما عنهم بيبقى الموضوع شق جدا على نفس الأب والأم اللي كبروا وعلموا وخرجوا عشان الولد يبقى معين ليهم في كبرهم جيتي حضرتك وبمنطق أنا مش فرد ما بتعجبنيش أبدا الترندات اللي طلعة وبتتكلم هو خدمة الزوجة لزوجها دي فرد ولا فضل احنا وصلنا للدرجات دي وصلنا أن العشرة والمواد ده والسكن بقيت أحطها في واحد واثنين بقيت أتكلم في أني أنا لو طلب مني كباية ميا أنا مش فرد علي أنا ولهله وأنا عارف أن ده واحد شقيان ووقف على رجليه ولم يدخل جهدا عشان يأمن لي عيشة كريمة أنا وأولاده هل أصبح كده هقول برضو بالنسبة للجزء التاني الرجل اللي عارف أن امراته طول النهار في الشغل ليه ما نعينش بعض فين المودة فين الرحمة فين يعني سمت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته فين النبي اللي كان بيعينهم في كل حاجة وقال أنا في حاجة أهلي أنا كنت بعض أخدم معهم النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله بيخيط نعم وثيابه كان بيرقعها وبيخيطها ما كانش بيقول أن أنا زوجاتي يعملولي الكلام ده كله أو بيتفضل عليهم ولا هي كانوا بيتفضلوا عليه شوفوا لما اتكلم عن السيدة خديجة وكان يتكلم عنها بالحب والسيدة خديجة وما لها من مكانة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام قال أوتني وأنفقت علي من مالها ورزقني منها البنين والبنات رزقني الله منها البنين والبنات يشعر بمدى عظم مكانة السيدة خديجة في نفسه من كل الحاجات الكويسة اللي كانت بتقولها يأتي إليها مزعورا فتطمنه وتقوله لا والله إنك لا تقرد ضيف وتصل الرحم وتعين صاحب النائبة والله لن يضرك الله لن يضيعك الله أبدا نبينا في السيدة هاجر زوجة سيدنا إبراهيم لما تركها في مكان قايت له هكذا أمرك الله فوالله لن يضيعنا فين الطاعة الجميلة فين المودة فين السكن فين الرحمة نشجع نفسنا ونركز إن إحنا نحاول في رمضان نعمل جدول لنا ندخل به لله سبحانه وتعالى من أوسع أبواب الجنة أسأل الله إياكم أن يجعلنا جميعا من سكان الجنة ويتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال ترجمة نانسي قنقر